في البعض تحت ما نقول انه في لبنان كتير جديد رح يصير بصورة معينة رح نقول على الاقل ما نعلمه ما نعلمه اذا كان ما نعلمه انه كان في لبنان قبل الالفين وخمسة بصورة معينة اذا كان البعض هيك عم تدغده مشاعر العودة لهديك الايام نحن مش رح نقبل مش رح نسهل ولا رح نرضى بهيدا الموضوع وبالتالي نحن رح نواجه هديك الايام كان زمن الاحتلال السوري صحي خايفين انه يرجع هذا الاحتلال مش خايفين يرجع الاحتلال خايفين بعض اللي هني هايك يتدربوا على ايدين الاحتلال واللي بقيوا بالسلطة بسبب هذا التوازن العجيب الغريب بهذا البلد لانه ما صارت بالدنيه انه في فريق بيكون حاكم مع احتلال معين بفل الاحتلال بيبقاه حاكم وبيضل معه اكتريات كمان على كل حال هذا بحث تاني موضوع عن نظامنا ودستورنا واللبنان كيف مكون نعم بس انا عم بقول اليوم فيه بلاشنا نحسه بشكل جدي انه فيه ناس كأنه مستسهلة ترجع لهيديك الحقبة لا ما بيمشي الحال بهذا الموضوع شو ما كانت النتيجة لانه هيدا محاولة عزل مكون اساسي بالبلد نحنا شفنا بكل مرة كان فيه محاولة لعزل او استهداف مكون كانت تأدي لحرب على مستوى لبنان نعم نحنا نتمنى هيدا ما يصير لانه تدعياته بدأت تخوف عم بتخوف كأنه من حرب في حال انه بالاخير بالاخير مين رح يرضى انه حرب لا لا ما حدا بده الحرب حرب يعني حرب بس مين رح يرضى مين رح يرضى انه يتم هيك شطبه شطبه من المعادلة السياسية شطبه من الدور التكويني لقلو بهيدا البلد ومن الدور الفاعل ووقت اللي كنتو استيس جارج عم بتطبقوا كل شي بدكن ياه مع حليفكن اللي هو من اساس النظام السوري وايادي سوريا في لبنان كنتو مبسوطين هلأ لما اختلفتو انتو وياه صرتو خايفين منو وخايفين انه هو يستلم بس كانوا يستلم بهديك المرحلة اللي انتو كنتو فيها على الرؤوس متربعين لا خليني عندك هون بهيدا الموضوع في شغلتين الشي الاول انه قلتلك العجيب اللي صايرة باللبنان وانا مره اقايل له اياها للجنرال عون لفخامة الرئيس قبل ما عمل رئيس كنا في البيت عنده بالرابية وقلت له صايرة عجيبة باللبنان قال لي شو هي قلت له بلد بيكون في سلطة حكمة مع محتل بفل المحتل بتبقى السلطة الحكمة وتربح بالانتخابات كنا هدا على اسأل انتخابات الالفان وخمسة انتخابات الالفان وخمسة من ردت على السلطة وعلى الحكمة الفعلية ما ردت نبيه بره ما ردت حزب الله ما ردت تعدهم الاشتراكة ما ردت تيار المستقبل ما تقول لي هاو دي كانوا قرماتهم وعملتوا دغري الحلف بعض وانتخاباتهم خليني يعني ما لحقه لا ما خليني لك ما هون المشكل هون المشكل انه انت ببلد ببلد منك قادرة تعملي محاسبة على على الالم والمصدرة لا لانه المحاسبة للاسف احزابه وتكوينه بدك تحيس بفريق بطلع هو فريق بمثل طايفي وهيدي كانت واحدة من مشاكلنا مع ان كان مع البطرك بفترة من الفترات او مع المفتي بمعنى خليني يقول النقاش كنا نقللهم انه في شي مش مقبول وقتا بينبري رجال الديني دافعوا عن ناس مرتكبي من طواقفهم كأنه عم بتقولوا انه نحن طواقفنا ما في غير مرتكبين بهذه الحالة بالوقت اللي كنا تقولوا ان احنا لا نغطي اي مرتكب وفينا نقدم بدلوا عشرين ومئة 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 شخص عندهم الكفاءة والنزاهة والشفافية والقدرة ان يحلوا محلو هذا اللي ما كان عم بينعملوا وبالتالي انت قدام امر واقع ايه واي حدا وخليني اقلك شغلي هون وانا بدي ما معرض دفاع عن حدا سعد الحريري من اسباب دفعه التمن اللي عم بيدفعه هلا انه اجا قال تفضل يجي اي رئيس حكومة ويقدر يعمل حكومة بدون حزب الله قال لسعد الحريري مرتين وهي ده واحد من الاسباب اللي عم يدفعه بس هلا انتوا انقلبتوا على حزب الله بهادي نحنا مختلفين نحنا وحزب الله ايه كل وضوح نحنا بالنسبة لنا حزب الله في عنا مشكلتين نحنويين المشكلة الاولى اللي عم را اذا بدك صار ينحكى فيها كثير من قبل انتخابات الالفان واثمنتعش نعم واللي بخطاب السيد حسن امين عام حزب الله بالانتخابة الالفان واثمنتعش قبل الانتخابات بحوالي الاسبوع بيقول انه برنامجنا الاول بعد الانتخابات هو مكفحة الفساد وبناء الدولة نعم فهيدا كان من قبل انتخابات الالتمنتعش كنا بلشنا نحكي ونحس انه الامور مش ماشي على هيدا الصعيد بعد اتناعشر سنة يعني اجا يحكي اي ما بدك تشوفي انت ما عملتو شي بانتعشر سنة لا ما خليني اقولك بانتعشر سنة شو كان فيه بدك تشوفي بدك تشوفي المشكلة اللي صار بالالفان وثمانه بدك تشوفي على اثر والفراغ الرئاسي بعد ولاية الرئيس اميلا حود بدك تشوفي التسوية اللي رجعت صارت وبدك ترجعي تشوفي حرب تموز سنتين ونص بعد عهد ميشيل سليمان نعم يعني كل هيدا الفترة فاجينا نقول بكل الاحوال انتظام عمل مؤسسات الدولة مش ماشي الحال مكفحة الفساد مش ماشي الحال بالوطيرة المطلوبة لانه بتقول لي اللي ما عملتو شي بل عملنا بسوقت اللي ما عندك انت الاكترية اللي لقلك انت ما بتتحكم الا باكتريتك اذا كانت معيك اكترية تحالفية متل ما نوعم بيصير باللبنان هي من اكترية لا اي فريق حتى الفريق التاني وقت اللي بال2005 وال2009 ما كان يسمى ب14 قدار اخدوا اكتريات بالبرلمان قدروا شكلوا حكومة بدون حزب الله او بدون 8 قدار بوقتها ما قدروا لا بس انت عطلت حكومة وعطل حزب الله كرميل عيون جبران بسيل وان قالت وقال الرئيس عون كرميل عيون السهر تعطلت حكومات تعطل بلد سنتين ونص كنتوا مش شايفين انه حزب الله هو مكون النظام السوري اللي بتخافوا منه وهو البده ييفرده وهو كان عم يساعدكم بالانتخابات ليجيبوا يجيبوا النواب كمان الاكتر عبدا خليني اقولك اذا بدك تحكي بمنطق المكون السوري نعم بما انه هلأ انفتحي العرس بيطلعوا كلهم المكون السوري مين بيبقى مين بيبقى بيبقى الاطراف اللي كانت مستبعدة يعني الاطراف المسيحية الاطراف المسيحية وبالتالي برجع بقولك انت جيت انت ببلد نظامه توافقي يعني هذه خبرية الديمقراطية التوافقي هي عجيبة تنبرر وضعنا مش لأنه هذا شيء مدعسة قانونية او دستورية موجودة ببلدين العالم وانت منها لا هذا شيء تنبرر وضعنا اللبناني انه نحنا بلد مشقعين فيه هلأدي عالم وهلأدي طوايف وهلأدي تبايينات وما في شيء بيجمعهم مزبوط وعن جد وهي الحقيقة يعني اذا ما بلشنا نحكي فيها نحنا ما في شيء بيجمعنا لك لا 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 شوف يجيب بيجمعنا نحنا أبدا بك لا لا ولا طايفة مننا بيجمعنا شيء بدي أعطيكي بدي أعطيكي مثل ما له علاقة بالسياسة تشوف انه ما في شيء بيجمعنا في أكتر من 220 عائلة سقطتنا 220 حدا منهم بانفجار بيروت هن موحدين على المراجعات القضائية والله كل يوم بيطلع بيانات ضد بعضهم نعم إذا 220 حدا ميت لهم هن مش مجتمعين على شيء بديك تقول لي شو بدي بيجمعنا بالسياسة بالخيار شرق وغرب ووسط بيشو